موسيقى السلام عليكم في فيديو جديد من فيديويات علوم حياة الأرض دائما في إطار الفصل الثاني من الوحدة الأولى هذه المرة سوف نقدم لكم تمرين مختطف من باكالوريا النص للتمرين هو التالي يرافق تقلص العضالي ضواهر حرارية وضواهر كيميائية وطاقية ورغم الاستعمال المستمر لجزئات ATP في هذا التقلص فإن تركيز هذه الجزئات داخل الليف العضالي يبقى مستقرا مما يدول على أنها تدرجة دادوا باستمرار إذن من خلال العرض واضح ومنظم بين الظواهر الحرارية والكيميائية والطاقية المرافقة لتقلص العضالي الطلق الاستقلابية المستعملة في تجديد ATP مع ربطها بالظواهر الحرارية والظواهر الكيميائية مقتصرا على تفاعلات إجمالية لهذه الطلق الاستقلابية ورغم الاقف إذن بالنسبة للظواهر الحرارية إذن يرافق التقلص العضالي طرح حراري عبر مرحلتين هناك مرحلة أولى لفيها طرح حرارة أولية مصاحبة للتقلص العضالي كما اشنا في الفيديوهات السابقة وتدوم حوالي 0-3 للتواني مرحلة ثانية اللي هي حرارة متأخرة تأتي بعد التقلص العضالي وتدوم ما بين 2-3 دقائق هنا بالنسبة للظواهر الكيميائية والطاقية إذن خلال النشاط العضالي يرتفع السهلة كالأكسيجين والغليكوز وطرح ثناء أكسيد الكربون إذن وهذا يبين أن تفاعل أكسدة الغليكوز يوفر الطاقة اللازمة للتقلص العضالي بالنسبة للطرق الاستقلابية يعني طرق المستعملة في تجديد ATP إذن هناك طرق سريعة لهوائية إذن يمكن ذكر جوجة للطرق طريقة الأولى 2 ATP كتعطيني ATP زائد مركب AMP طريقة الثانية هي ATP زائد كرياتين فوسفات كتعطيني ATP زائد كرياتين ويرافق هذا التفاعل تحرير الحرارة الأولية إذن من غير طرق سريعة لهوائية هناك طرق بطاعة مثل التخمر لباني إذن المعدلة الكيميائية المسؤولة هي C6H12O6 دلغليكوز تعتني جوج CH3-CHOH-COH زائد ATP زائد حرارة إذن هالمرقب للدو CH3-CHOH-COH هو الحمد لباني هناك كذلك تنفس طبية الحل إذن C6H12O6 زائد ساوكسيجين تعتني ساوكسيج كربون زائد ساوكسيج 2O زائد حرارة إذن الآن سنمر للتمرين الثاني لتهوم مختطف من باكالوريا لإبراز دور العضلة الهيكلية المختطة في تحويل الطاقة وتحديد بعض الآليات المتدخلة في التقلص العضلي نقدم الموطيات الآتية إذن تجربة واحد قام أحد رياضيين بستة تمارين عضلية متزايدة شدة وبعد خمس دقائق على بداية كل تمرين تم قياس كمية الأكسيجين المسهلكة من طرف الرياضي ومعايرة التركيز لحمد لباني في دمه وتبين وثقة واحد النتائج المحصلة إذن ندعوكم إلى باش تركوا على البوتان قف باش تتأملوا في هذه الموطيات ومن بعد نجو إلى السؤال باستخدال الموطيات وثقة واحد بيين أن هذا الرياضي يستعمل مسلك التنفس والتخمر لإنتاج الطاقة اللازمة لنشاط البدني إذن بالنسبة للجواب نعود نعطيكم الوثيقة والآن سوف نقوم بتكبير هذه الوثيقة والدراسة الموطيات التي فيها إذن كيفما كنت لاحظوا هناك استهلاك ثنائي الأكسيجين تكون ضعيف في البداية وكلما زادت شدة التمارين كيطلع استهلاك ثنائي الأكسيجين إلى أن يستقر في واحد المستوى بالموازنة مع ذلك تركيز الحمد اللاباني في الدم تكون ضعيف جدا في الأول ومن بعد يتم ارتفاع تركيز الحمد اللاباني في الدم بالخصوص لما يستقر استهلاك ثنائي الأكسيجين في هذا المستوى إذن كينا نعلقوا إلى هذه الملاحظات مع ارتفاع شدة التمارين يرتفع استهلاك الأكسيجين بطبيعة الحالة ثم يستقر إذن في البداية يكون إنتاج الحمد اللاباني منعدم ضعيف جدا قدرنا نقوله ضعيف لكن يرتفع مع ازدياد شدة التمارين التمارين خصوصا بعد استقرار استهلاك الأكسيجين نستنتجه إذن أن الجسم الرياضي يستعمل مسلك التنفس ثم التخمر لإنتاج الطاقة اللازمة للنشاط البدني إذن الآن نمر لتجربة ثانية لنقرب لكم النص ديالة لتحديد بعض الأليات تجديد ATP في العضلة ونجز التجارب على ثلاث عضلات مأخوذة من ضفضاء نطبق على هذه العضلات إيهاجات كهربائية متسوية شدة لمدة دقيقة وحيدة في الظروف الأياتية إذن العضلة الواحد لم تخضع لأي معالجة نسموه عضلة شهيدة عضلة جوج أخضعت لمعالجة بمادات تكباح الحلال غليكوز عضلة ثلاثة أخضعت لمعالجة بالمادات الكابحة الحلال غليكوز ومادات بي تكباح حلمات الفوسفوكرياتين يقدم جدور وثيقة الثانية النتائج محصالة ندعوكم مرة أخرى إلى توقف هذا الفيديو لكي تدرسوا المعطيات للوثيقة ومن بعد نحاولوا جميع نجاوبوا على السؤال الثاني قارن نتائج المحصالة قبل وبعد تقلص بالنسبة لكل عضلة ثم استنتج طرق تجديد التي تكشفوا عنها تجربة الثانية إذن مرة أخرى سوف ندرس هذا الطابل لدينا ثلاثة العضلات عضلة أولى تتقلص طيلة مدة الإهاجة نلاحظوا بأن تركيز غليكوجين كان خافض قبل بعد التقلص كما أن هناك استقرار في تركيز ATP وتركيز الفوسفوكرياتين ثم الحمض اللبني الذي يرتفع بسبب العضلة الثانية نلاحظوا بأن المؤشرات يبقوا مستقررين باستثناء تركيز الفوسفوكرياتين الذي ينخفض كما يبدأ باللازع من نتبال العضلة الثالثة التي تتقلص ثم تقف بعد بدأ التواني هناك استقرار في تركيز غليكوجين انخفاض في تركيز ATP واستقرار في تركيز الفوسفوكرياتين وتركيز الحمض اللبني كما يتبين لنا في الجدول إذن لكي نقوم على النتائج فالعضلة واحد تتقلص طيلة مدة الإهاجة هذا هو مؤشرات وكما لاحظ إذن كان خافض تركيز الجليكوجين ويظهر الحمض اللبني بينما يبقى تركيز ATP وكرياتي الفوسفات ثابتا إذن العضلة تجدد ATP عن طريق التخمر اللبني العضلة الثانية التي تتقلص طيلة مدة الإهاجة كما نظهر الجدول فإن نلاحظ أن تنخفض فقط نسبة الفوسفوكرياتين CP الذي تستعمله لتجديد ATP ATP أخيرا بالنسبة العضلة الثالثة التي تتقلص بضع ثوان فقط تختفي ATP الضرورية للتقلص نتيجة عدم تجديده بالنسبة التجربة الثالثة تتكون خلايا العضلية من اللويفات يضم كل اللويف خوية الأكتين الدقيقة وخوية الميوزين الساميكة من أجل تحديد شروق تكون مركب الأكتو الميوزين استخلصت خوية الأكتين وخوية الميوزين من عضلة الطريقة ووضعت في ظروف تجربية مختلفة وتبين وثيقة الثالثة المعطايات قبل أن نجاوب جميعا على سؤال الثالث سوف نتائج تجربية بالنسبة لحالة الثالث والسنتج إذن باش نشوف هاد الجدول فبنسبة لحالة الأولى اللي فيها حضور الأكتين أتيبي والكالسيوم كما يتبين لنا بواسطة اللازير كاللاحظوا بأن هناك غياب بمركبات الأكتو ميوزين وكما أن تركيز الأتيبي تبقى هو لا يتغير إذن بوجود الأكتين والكالسيوم لا يتم تكون الأكتو ميوزين وحلماء الأتيبي إذن الحالة الثانية في حضور الميوزين والكالسيوم دائما هناك غياب المركبات للأكتو ميوزين وكذلك تركيز الأتيبي يبقى ضعيفا استنتاج بوجود الميوزين والكالسيوم لا يتم تكون الأكتو ميوزين وحلماء أتيبي كتبقى ضعيفا الحالة الثالثة في حالة تواجد أكتين ميوزين وكالسيوم فيما يتبين البوسطة اللازر كلاحظوا تتشكل هذا المرة مركبات الأكتو ميوزين وكذلك هناك الخيفض مهم لتركيز الأتيبي إذن بوجود أكتين والميوزين والكالسيوم فإن يتكون أكتو ميوزين وحلماء أتيبي تقع تتم حلماء مهمة لأتيبي استنتاج إذن تشكل أكتو ميوزين ضروري لحلماء أتيبي إذن الآن سوف نمر لنموذج تفسيري للتقلص العضلي يتنفر الليف العضلي على بنية متخصصة تمكنه من تقلص تبين وثيقة الرابعة رسمان تفسيريا للآلية التقلص على مستوى خيطات الأكتو والميوزين إذن الآن سنظهركم الوثيقة الرابعة كيف ما كنت لاحظوا أنا كنحثكم مرة أخرى على إيقاف الفيديو والتأمل في المعطيات قبل الإجابة على سؤال الرابعة انتلاقا من إجابتك على سؤال السابق وعلى معطيات الوثيقة أربعة بيين كيف يتم تحويل الطاقة الكيميائية ATP إلى طاقة ميكانيكية على مستوى الخياطات العضلية إذن الآن سوف نهتم الوثيقة دينا شاهدنا السؤال السابق على أن بحضور الكالسيوم الميوزين والأكتين يتكون مركب الأكتوميوزين ATP إذن بعد تكون مركب الأكتوميوزين تتم حلمأة ATP إلى في المرحلة واحد إلى ADP و PE إذن ATP يتم تحويله إلى ADP و PE اللذان ينتج طاقة ضرورية لدوران رؤوس الميوزين بعد ذلك إذن بعد دوران رؤوس الميوزين يتم إنزلق ديال خياطات الأكتين وبالتالي حدوط التقلص العضلي إذن بوجود الكالسيوم ستبت رؤوس الميوزين على خياطات الأكتين فيتشكل الأكتوميوزين هذه هي أول حاجة أكتون قلوها بعد ذلك حلماءة ATP المرتبطة برؤوس الميوزين هذه هي مرحلة الثانية بعد ذلك الطاقة النتيجة عن حلماءة ATP تستغل تستغل في دوران رؤوس الميوزين وأخيرا يتم هناك انزلق لخياطات الأكتين وحذوذ التقلص العضلي بعد ذلك إذن مرحلة الثانية لفي حلماءة أطيب المرتبطة برؤوس الميوزين هنا طاقة كيميائية ومرحلة الثالثة لفيها دوران رؤوس الميوزين هذه طاقة ميكانيكية بطبيعة الحال كنتم أتمنى بأنكم استفتوا من هذا الفيديو وإلى حققتين قديمة من دروس المدرسة شكرا